السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين مشاهدين قناة الصحة والجمال في مصر والوطن العربي وجميع المتحدثين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين بيتجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي نحو الهدف بالنسبة للمتابعين الجدد أو الناس اللي مش يعني أول مرة يشوفونا النهاردة أو اللي مش متابعين البرنامج قوي أحب أفكر حضراتكم بفكرة البرنامج برنامج نحو الهدف هو برنامج اجتماعي طبي بينقش قضايا اجتماعية وقضايا طبية بتمثل مشاكل كتيرة جداً لمعظم الناس وبالأخص بكلم على أهلنا في مصر فاحنا بنحاول كل أسبوع ان احنا نتكلم عن مشكلة جديدة أو حاجة جديدة تفيدنا وتفيد الأسرة المصرية الحقيقة احنا كنا بدأنا من خلال البرنامج برنامج نحو الهدف سلسلة جديدة تخص الأطفال هو طبعاً احنا بنتكلم فيه موضوعات تخص التخصص بتاعنا يعني في كل مواضيعه اللي هو المخ والأعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان لكن الحقيقة الفترة دي انا مخصص سلسلة تخص الأطفال العلاج السلوكي المعرفي أو العلاج النفسي للأطفال ايش معنى يا دكتور وليد انت اخترت يعني حتة الأطفال تعمل لها سلسلة في الفترة ديت حقيقة احنا دخلين على الدراسة بعد شوية فالأطفال لازم يكونوا عشان يروحوا الحضانة أو المدرسة أو كده لازم يكون عندنا شوية معلومات سواء للطفل أو الأهل عشان يقدروا يوجهوا الطفل للسكة المزبوطة بداية الناس اللي مش هتقدر توصل للبرنامج عن طريق الاتصالات الهاتفية على التليفونات اللي هتظهر على الشاشة ممكن تتابعني على صفحة الفيسبوك هي صفحتي عنوانها صفحة الدكتور وليد أبو الفتوح استشاري المخ والأعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان ممكن نتواصل مع بعض على الصفحة فيها طبعا أرقام التليفونات اللي حبي يتواصل معنا ما فيش أي مشكلة خالص اللي ما قدرش يوصل لنا يعني في البرنامج علشان نقدر نجاوب على معظم الأسئلة اللي بتشغل بال الناس علشان خاطر نقدر نوصل بيهم لصحة نفسية سليمة السلسلة بتاعتنا اللي احنا عملينها دي هي سلسلة بعنوان طفلك بصحة نفسية سوية كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن بعض الحاجات المهمة اللي احنا لازم نعلمها لأولادنا علشان يبقوا بصحة نفسية سوية من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في مجموعة الحلقات اللي فاتت عشان الناس اللي ما كانتش متابعانا كنا بنتكلم عن أداب تناول الطعام ازاي تعلم الطفل او الطفلة انه يعود على الاكل وياكل بشكل مهزب بشكل مصبوط اتكلمنا عن موضوع الاستئذان حلقة اللي بعدها كانت موضوع الاستئذان ازاي الطفل يتعلم يستأذن انه هو يدخل على حد فيستأذن او يطلب حاجة من حد بشكل مهزب يعني يتعلم الاستئذان اتكلمنا في الحلقة اللي بعدها عن المساعدة في المنزل او التعاون ازاي تعليم طفلك ان هو يبقى شخص متعاون النهاردة الحلقة الرابعة في السلسلة بتاعت الاطفال هنتكلم عن ازاي تعلم الاطفال او ليه تعلم الاطفال زيارة الاهل والاتصال بالاهل وصلة الرحل الحقيقة ده موضوع مهم جدا الاتصال بالافراد المحيطين دي نقطة مهمة جدا لان في اطفال كتير قوي بتيجي الام تشتكي تقولك ان الولد بيخاف من ابن عمه بانتخاله من بانتخالته من مش عارف مي يعني اقصد اقول ان الولد في مهارات التواصل مهارات التواصل عنده فيها مشكلة ما بيعرفش يتواصل مع الاخرين طيب ودي مشكلة اه طبعا مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة لما يكون طفل ومشكلة اكبر لما يبقى شاب او راجل ليه؟ احنا عنوان السلسلة بتاعتنا طفلك بصحة نفسية سوية اوكي طيب لو هو كان من النوع اللي مش عارف يتواصل او ما عندوش مهارات التواصل الاجتماعي مع الاخرين هيكبر شوية هيبقى شخصية انطوائية طب ودي مشكلة يا دكتور وليد ايوا مشكلة كبيرة ليه؟ ليه؟ لانه بعد شوية الشخصية الانطوائية بتسيطر عليه جامد فبيبتدي ياخد جنب كده وعزلة يبقى معزول عن الناس المحيطين ما يعرفش يتعامل لا مع اخواته ولا اصدقاؤه ولا قريبه اذا ممكن ده يأثر عليه بشكل مباشر نفسيا فيخش في قصة الاكتئاب مع العزلة دي سكة يروح بيها للاكتئاب اذا لما نيجي نتكلم ونقول طفلك بصحة نفسية سوية لما نيجي نعلمه ازاي يتواصل مع الاخرين يتواصل مع الاخرين يعني يصل الرحم ما هو ده بمعنى اخر انه يصل الرحم يصل الرحم مع قريب حضرتك من ناحية الام قريب حضرتك من ناحية الاب دي اسمها سلة الرحم او مهارات التواصل الاجتماعي ديت لو ما تزبطتش هو صغير وما خدناش بالنا وعينينا على الطفل وصغير هيكبر وهيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا في التواصل فبالتالي هيخش فيه مجموعة الامراض النفسية اللي ده خص الاكتئاب وفروعه وفروع الاكتئاب والاكتئاب ده ليه فروع كتير فهيخش في السكة دي طب ليه احنا من دلوقتي نتعلم ازاي نخلي الطفل يتواصل وازاي يعرف يتعامل مع قريبه وصحابه والمحيطين به ويبقى فيه نوع من انواع سلة الراحم زي ما احنا تعودنا في كل الحلقات اللي فاتت انا دايما في شرحي لكل موضوع حقيقة دايما بستند الى الجزء الديني في الموضوع لان الدين والعلم اللي اتنين مع بعض في تواصل يعني الكلام بين العلم والدين رايح جاي ده من ده وده من ده يعني اقصد اقول ان احنا ما بنبعدش عن الدين خالص وخصوصا في الطب النفسي الطب النفسي لو جينا نبص في الكتب السماوية كلها والاديان السماوية كلها ما نبعها واحد فتيجي تبص تلاقي ان الطب النفسي بينبصق من هذه الكتب يعني مثلا لو جينا نبص مثلا بمناسبة موضوع النهاردة يعني وانا بحضر الحلقة النهاردة الحقيقة وبتكلم عن زيارة الاهل والاقارب وصلة الرحم لقيت ان الكلام اللي في الكتاب بتاعنا كتاب السايكاتري او كتاب العلم الامراض النفسية مكتوب فيه شرح الحديث بتاعت الرسول والكلام من ايات من القرآن يعني مثلا لو جينا نبص مثلا فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الرحم معلقة بالعرش الرحم يعني صلة الرحم معلقة بالعرش معلقة بالعرش الرحمن تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله إذن التواصل خلي بالك بقى التواصل ومهارات التواصل لازم تبقى كويسة جدا ليه؟ لأن الرحم متعلق في العرش بيقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله إذن لو ربنا راضي عنك بإنك بتصل الرحم وبتعرف تتواصل مع الآخرين أم ربنا يكافأك في الدنيا ويكافأك في الآخرة طب هل دي صحة نفسية؟ طبعا صحة نفسية مهمة جدا سوية جدا لكل من تبتصل رحمك يعني عندك مهارة التواصل الاجتماعي مع الآخرين ده يخليك دايما قريب من ربنا والتعليمات بتاعة الأديان كلها الأديان السماوية كلها إذن إحنا عندنا إنها معانا تليفون مدام ياسمين تفضلي يا فندم ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً يا فندم دكتور حادثين أنا عندي حادثة أنا عندي إبني عنده ثلاث سنين ونص الولد عنده إيه فندم عنده ثلاث سنين ونص ثلاث سنين ونص تمام يا فندم بس عندنا هنا جدته يعني إيه معاي يعني إيه فأي حاجة هو عايزها أي حاجة عايزها جدته بتعملها له على طول أوكي أي حاجة أوكي بس بقية إحنا يعني ما نيجي نتكلم معها وكده تزعل وتقول لأ أنا ما لست عوى بيه وكده يعني أنا بصراحة نتعرف عن اللي هي النوع اللي هي بتحبه ممكن أكثر من هي حاجة معانا عندها أحفاد ثلاث بس دوة اللي معاها يعني بتحبه بصراعة فضيعة أوكي طيب بس أنا عادت عامل إيه معيها في سؤال ثاني عند حضرتك يعني بتدلع يعني ما فيه أي حاجة هو الحفيد الأول عندها يا فندم إيه هو الحفيد الأول لا طبعا ده هي معاها ما سألا يعني متجوزين أوكي يعني أصب فيه أحفاد أخرى غير الولد اللي حالك بتحكيه له عنه أيها حضرت تمام يا فندم شكرا للاستفسار حضرتك شكرا جزيلا طبعا السؤال ده بيعدي علينا في العيادة كل يوم كتير جدا فكرة تدخل الجد والجدة بصوا جماعة هو فكرة إن إحنا دايما يعني فيه مثل كده يقولك إيه أعز الولد ولد الولد إذن الحفيد ده مشكلة كبيرة جدا عند الجد والجدة يعني الجد والجدة بيبقوا عايزين يعملوا كل حاجة للطفل سواء صح أو غلط هو يعني هو مش في دماغه إن الموضوع صح أو غلط هو عايز الولد اللي هو عايزه يعمله فأنت بتبقى كأب أو كأم قاعد في النص ما بين الولد وما بين الأب أو ما بين الجد أو الجد فأنت بتبقى عايز تعمل إيه فكرة إنك تبقى لوحدك يعني في بيتك لوحدك وبتروح للجد والجدة في زيارات ده ما يخلقش المشكلة دي بمعنى لو أنا قاعد مع الجد والجدة على طول هيبقى الاحتكاك بين الولد والبنت أو بين الأحفاد يعني والجد والجدة على طول طول الوقت فهتلاقيهم هم بيعملونهم كل حاجة وأنت قاعد مش عارف تراضي ده ولا تراضي ده ولكن الفصل الفصل في الحتة دي مهم جدا إنك تروح للجد والجدة في أوقات معينة مش قاعد معهم على طول علشان تعرف تزرع في ابنك أو بنتك السمات اللي انت عايزها مش اللي هم عايزينها حقيقي هم بيبقوا عايزين لهم الخير كله ما اختلفناش ما قلناش حاجة وما حد الشي قدر ينكر إنه هم يعني حبهم للأولاد دي حب بدون هدف يعني عايزينهم بيبقوا عايزين وبس مش عايزين منهم حاجة ولكن الأوفر لاف ده أو الحب الزيادة ده أحيانا بيودي إلى طرق خاطئة زي فكرة بالظبط لما يبقى فيه أم تيجي لك تقولك مثلاً أنا بحب ابني حب يعني شديد لدرجة أننا بنقيله كل حاجة بعمله كل حاجة هو ما بيسيبوش يعمل حاجة دي مشكلة كبيرة جداً 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 تطلع عند الولد دوت فكرة أنه هو بيطلع شخصية اعتمادية ما يقدرش ياخد قرار في حياته خالص ليه لانه دايما معتمد على الام دي اقصد اقول ان انت فكرة انك تسيب الولد والبنت لتيتا وجده لأ ما ينفعش ما ينفعش لازم بيبقى فيه فصل عشان تقدر تزرع في الاولاد دي الحاجات اللي انت عايز تعلمها له ايه الصح وايه الغلط لان انت حتقول له مثلا ما تعملش كذا عشان كذا غلط بس جده قاعد نداي ان الولد مش عايز يعمل كذا فانا عايز اعمله عايز اخلي الولد يعمل كذا ومنت دلوقتي الولد يحصل عنده نوع من انواع ديستورشن ديستورشن يعني اللي هو ايه يعني دخول المعلومات عكسية في بعضيها انا بقول له ما تعملش كذا عشان كذا غلط وراح جده بيقول له عمل كذا ما فيش مشكلة ما ليكش دعوة ببابا مثلا ومنت دلوقتي بتزرع في الولد افكار مغلوطة فيطلع نفسيا عنده مشاكل في التفكير عنده مشاكل في التواصل مش عارف اتواصل مع ده ولا اتواصل مع ده ده بيقول لي ما تعملش وده بيقول لي عمل طب انا اتعامل مع مين احسن حل بقولها للام في الاوقات اللي زي دي الفصل لازم نفصل لازم نفصل يبقى بابا وماما والاولاد في مكان وجده وتتا في مكان ونروح زيارات نقعد معهم شوية مش عارف ايه كلام من ده عشان تقدر تزرع في الولد الصح اللي انت عايزه السواب والعقاب لو عملت كذا هجيب لك بومبوني لو ما عملتش كذا مش هجيب لك الشيكولاتة خلاص انا كولد دلوقتي عندي فكر السواب والعقاب اقدر افهم ان ده صح فانا هعمله لان فيه ريورد او فيه مكافأة مش هعمل ده لان فيه بانشمنت او فيه عقاب فانا مش هعمل ده لو جده او تتا موجدين هيبوزوا هذه المعادلة ويبوزوا الفكرة عند الولد مش قصدين يبوزوها ولكن حبهم الشديد وزي ما ضربت لحضراتكم المثال بتاع الطفل اللي امه بتبقى بتعمله كل حاجة معانا تليفون تاني استاذ محمد اتفضل اتفضل السلام عليكم عليكم السلام يا استاذ محمد ورحمة الله وبركاته ازاكا دكتور اهلا وسهلا يا فن الامن عنده كان عنده هو مولود عنده مية المية على الموقع كده بسيطة يعني يورا كان عنده ايه فن كيس مية على المخ كده كيس مية على المخ وراح لا يعني يوريا اه يعني مازال موجود موجود بس يوقف يأثر على حد النفسية ما يكبر او يبقى مستوي في كأن نفس بتعامل ايه هو بس قبل ما يأثر علينا ما يكبر هو مأثر علي دلوقتي ولا لا لأ حالينا هو بيمشي وبابا وماما وعارف كل حاجة هو عنده كم سنة يا فن عنده سنة وسنتين عنده سنتين والكيس ده انتو اكتشفتو من امتى يا فن يعني كان دلوقتي كبرت سنة كده دماء وكبرت سنة فالدكتور انا كان لدي شعب فعملنا الشعب فقالنا بتعمل وقفت يا فن حلوة ايه ودكتور المخ والعصابيو ان الكيس حجم تغير ولا كبير يا فن اه هو وقف يعني الحجم وقف اه يعني الحجم ما بيكبرش اه ما بيكبرش اوكي الولد معرفيا وسلوكيا كويس اه بس يعني يعني بحس يعني هو ماشي بسيط يعني يمشي بس تمشي يعني مش مش ماشي في المشي يعني طيب بس يا فن احنا اولا هناخد من جراحين المخ والعصاب جراحين ليه يقول لنا والله لو السست دي او كيس المياه ده اه من النوع اللي مش هيكبر خلاص اوكي الولد كويس ممكن نعمله بقى تدريبات وعليك طبيعي وجلسات تنمية مهارات وتعديل سلوك احنا بنعمل الكلام ده مفيش مشكلة خالص بس دكتور الجراحة يقول لي ان النوع ده وان ده من ده فرمخه احسر طويل قال لك ما تخافش عنه وكويس يبتن بس هكي اطفر عليه اطفر عليه اطفر في المدى البريد او حاجة او يطفر على تجاوة اوكي خلاص كده طالما دكتور الجراحة والجراحة المخ والعصاب قال ان النوع ده اصلي فيه اكياس بتكبر واكياس لا لو هو قال لي ان النوع ده مش من النوع اللي بيكبر خلاص اوكي مفيش اي مشكلة خالص انا هشوف الولد دلوقتي مشكلته ايه مشكلته في الكلام هعمل له جلسات تخاطب انا فاهم انا اقصد يا فندم اقول ايه انا بقيم الولد يعني انا ما شوف الولد ده هقيمه الولد ده كلامه وتصارفاته بالنسبة لسنه ده معقول اوكي خلاص والكيس ده من النوع اللي مش هيكبر اوكي هنتعامل مع الموقف دوت وعمله انا تنمية مهارات بقى وتعديل سلوك هعمله جلسات احنا بنعملها للاطفال قد تبقى لحضرتك الفكرة بس في حاجة ان احنا نكون مطمئنين ناس كتير اوه يا جماعة يجي يسألني يا دكتور لو سمحت هو النوع ده او الكيس ده هيأثر لان نفس السؤال ده بتسئله كتير جدا اقوله احنا بنسمع كلمة واحدة من طبيب جراحة المخ العصاب يقول ايه السست دي او الكورة دي او الكيس المياه ده من نوع اللي بيكبر ولا لا افرد قال لي من هو من نوع اللي بيكبر لا معلش دكتور جراحة المخ العصاب هيتعامل معاه ويستقصله جراحيا افرد هو قال لي من النوع اللي مش هيكبر اشوف حالة الولد وقيمه هل الولد ده نفسيا وحركيا وفكريا ولغاويا كويس او يعني معقول اقدر انا انامي مهاراته مفيش اي مشكلة خالص نتعامل معاه لو الولد من النوع اللي هو لا عنده تظاهر لا انا شيل الكيس ده احسن معانا تريفون امهنه اتفضل يا فنه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا يا فنه اهلا وسهلا يا فنه لو تنفت يا دفتر انا كان بنتي عصبية خالص وعلى طول بتبكي ومبتعش تلعب مع العيان اللي سنه يعني اوكي على طول بتبكي على طول عندها كم سال يا فنه عندها ثلاث سنين ثلاث سنين ثلاث سنين اللي اربع شهور يعني اوكي وبتبكي على طول على طول واول ما هي زعيز لها ولا متان من حاجة ورصة كده وكديمها اصبعها تبتن من الحمام وعلى غسل اه ها تمام تمام هو دي البنت الاولى عند حضرتك ولا فيه ولاد تانين هي الاولى بس فيه بعدها فيه جبت بعدها يعني كويس قوي الاعراض دي الاعراض دي زهرت بعدما البنت التانية جات ولا لا ايو بعدها بعدها لكن قبل ولادة البنت التانية ما كانش فيه اي مشاكل خالص طيب يعني الكلام بالنسبالك واضح جدا هو ان البنت كانت كويسة جدا لحد ما جيه البنت التانية او الولادة التانية ده احنا بنسميه احنا بنسميه ساكند بيبي سندروم يعني ايه ساكند بيبي سندروم؟ يعني مشاكل الولادة التانية ان الولد الاول بيتأثر بيبقى واخد الدلع كله واللعب كله والحلويات كلها وكلام ده كله فاحنا لما بتيجي الطفلة التانية الطفلة الاولى بقى بتحس انها بدأت تفقد جزء من الدلع والدلال اللي هي كانت متمتعة بيه فعشان كده احنا بنناشط كل الاباء والامهات من هذا المنبر الاعلامي خلي بالك من طفلك الاول لما يجيلك الطفل التاني ما تحسسوش بفرق ما تخليش الطفل الاول يشوف حضرتك وانتي قاعدة بقى بتردعي الطفل التاني او بتلبسيه او بتغيريه او 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 لان هو زي ما بيقولوا كده بالبلدي هو اللي كان على الحجر وبعدين فجأة بقى ايه بقى بره فاللي بيحصل ده عبارة عن اعراض جسدية اعراض جسدية نتيجة الطرابات نفسية يعني هي عندها الطراب نفسي بس مش قادر اتعبر عنه فجسمها بيعبر بالعياض بالزعل بالتبول اللي اراضي بالكلام ده كله فلازم نخلي بالنا من الحتة دي معنا تليفون تاني الو اتقطع اتصال يا ريت نحاول اتصال مرة تاني حقيقة دي شكوى يعني الحقيقة كتيرة جدا جدا يعني شكوى الطفل الاول لما يجي الطفل التاني خلوا بالكو يا جماعة يعني انا بنشدكو هو من هذا المنبر الاعلامي بقولكو خلوا بالكو الطفل الاول ما تحسسوش ابدا بدخول الطفل التاني عليه وحرمانه من المتعة اللي هو كان بيتمتع بيها او المعاملة اللي هو كان بياخدها او كلام ده كله لان ده بيفرق نفسيا جدا مع الاطفال اه هتلاقي الاطفال زي ما السيدة كانت بتقول دلوقتي ان الطفلة بتعيط الطفلة لها تصرفات مش طبعية بدأت تزعق لها فبدأت تعمل تبول لا ارادي كل الحاجات دي حاجات نفسية مش عضوية عشان كده انا عامل السلسلة دي مخصوص اللي هي طفلك بصحة نفسية سوية معانا يا تليفون استاذة مين اهلا يا دكتور مع حضرتك اهلا وسهلا يا فنو اهلا وسهلا اهلا يا دكتور بقولي حضرتك يا دكتور انا عندي ولد عنده سسح سنين اها وابصت عصدي جدا والنعب بتاعته بيكسرها وتعاملت معا بكل الطرق يعني بالزوء بالعافية ما فيش اي نسبة جايبة معا خالص اوكي نا شكرا يا دكتور فين السؤال فين السؤال نا انا عايز اعرف طب يعني اودي لدكتور نفساني بتاع اطفال ولا اعمل معا اي بالزبط لان يعني يبقى له كتير على كده اه انتي ما عارضتوش على طبيعي قبل كده لا 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 ما اوديتوش قبل كده ده هو وابعصبي بتعصب وتعاملنا معا كتير وكده فما مش عارس اعمل معا اي بالزبط اوكي شكرا يا فنو طبعا النوع ده من الاطفال فكرة ان الطفل يبقى عصبي اولا لما انت تيجي تتعامل معا وتفهمه ان العصبية دي حاجة مش حلوة واني مش عارف ايه والمفروض تعمل كذا مش هيسمع مش هيسمع ليه هو عصبي انت لما تكون عصبي وانا جيت افاهمك حاجة وانت عصبي هتفهم لا اما انت عصبي طيب يبقى المفروض الخطوة الاولى ايه في العلاجة يا دكتور وليد الخطوة الاولى في العلاج انه هو ياخد دواء بيشتغل على الكيميا بتاعت المخ يخليه اهدى شوية لان الهرمونات بتاعت القلق والتوتر عند الطفل ده بتبقى عالية جدا ففكرة ان الهرمونات عالية جدا كده بالطريقة دي انا لازم الاول اتدخل بالدواء فاهديه شوية وبعد اما يهدى يبتدي يسمع او ما اعمله جلسات التعديل السلوك وترمية المهارات اللي هي تخلينا نخلص من كل هذه الشكوى طبعا يتعرض على طبيب نفسي ويعني هي هي هيبتدي يخش زي ما انا قلت الحاجة كده بالسيستم اللي انا قلتلك عليه معنا تريفون تاني ام زياد اهلا وسهلا يا فن السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله انا معي ابني عنده يعني داخل سنة ثالثة وكان عنده سنة ثالثة تباري وكان عنده سنة ثلاث شهور فوجع على رصف ونورة فعصاله نزيدة المهر بش كان بكشرة المهر المهر عملنا له عملية والحمد لله خويت وكده بش عصب جدا يعني اخوه بينه وبين اخوه ستة اثنين ممكن ممكن بس اسألك سؤال بيجيله تشنجات لا هو اليوم اللي وجع فيه على دماغه ده احنا معرفش انا مصندش اعرف انه هو وجع طبعا تاني يوم وديته الدكتور اطفال فجالي ده لانه كان بيرك جالي ده عنده مكروب بعد كده عنده مكروب؟ واحد ويه على دماغه وبينزف دماغه لا ما كانش يعرف انه انا ما قلت لهوش انه بعد كده طبعا وديته الدكتور تاني ومع ذي كده وديته خلطة كاترة اوك حظ الدكتور قال لا ده هو عنده مدزف المخ ووزناه وعملناه العملية والحنو اللي عرف العالمين بجا كوي بس هي الشكوى اني حضرت انه على طول عصب جدا بيضرب بيضرب على طول بيخاربش مش عارس فتعامل معي حضرته خالص يعني نهاي طيب الولد ده هيتعمله حاكتين هيتعمله رانين مغناطيسي على المخ وهيتعمله رسمة مخ ولو حابة ان احنا نشوفه احنا تحت امرك تليفوننا في الكنترول ممكن هيتخدير طبعا الاطفال من النوعية ده تبقى حاجة تروماتيك تروماتيك يعني نتيجة اصابة الاصابة دي غالبا اصرت على حاجة في المخ فبدأت تغير شوية الكيميا بتاعته فاحنا بنعمل بس شوات فحوصات كده وبعدين بنقعد مع الولد نعمله انترفيو وبعدين نشوف بقى القصة بتاعته هل هي قصة سايكاترك يعني حاجة نفسية ولا حتة نيرولوجيك يعني حتة اعصاب فبنبتدي نتعامل مع الموقف على حسب الوضع اللي قدامنا فيه سيستم او فيه بروتوكولي احنا بنابقى ماشين عليه يعني اه دي فكرة الحالة دي طيب احنا كنا بنتكلم عن اه ازاي مهارات التواصل مهارات التواصل دي حاجة مهمة جدا لان الولد لما يكبر شوية ويبقى عنده مشكلة في مهارات التواصل بيخش فيه قصص الاكتئاب بقى وانواع الاكتئاب المختلفة طبعا زي ما قلت لحضراتكم كتاب علم النفس اللي احنا بنقرأ منه منبسق من الأديان السماوية لما نيجي مثلا يعني في حديث برضو من الحديث استوقفتني الحقيقة حديث جميل جدا بيقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صره أن يبسط له في رزقه خلي بالك يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه يعني أقصد أقول عايز تبقى بصحة اقتصادية كويسة وتبقى رزقك في صحتك كويسة الصحة دي رزقك ده اللي هو صحة جسدية وصحة نفسية فليصل رحمه يعني ايه يعني تعلم الأولاد كيفية وأهمية التواصل ومهارات التواصل إذن انت لو قدرت تفهم الدين بتاعك كويس وتطلع منه المعلومات دي هتلاقاها في الكتاب عندنا مكتوبة بس بالانجليزي هي نفس الكلام بس أقصد أقول ايه إنك لو جيت تدور حط بس دي جنب دي هي عاسة حد بيشوف بس حط المعلومة اللي في الكتاب جنب المعلومة اللي في الدين هتلاقيهم هم اللي اتنين جايين من بعض ما هو العلم والدين دول حاجة واحدة عشان كده عايز يبقى رزقك كويس رزقك في ايه مش في الفلوسه بس رزقك في صحتك الجسدية رزقك في صحتك النفسية عايز تبقى كويس اعمل ايه صلة الرحم يعني ايه يعني لازم تعلم الأولاد التواصل ومهارات التواصل الاجتماعي مع الناس اللي معاشين معاه ومع الأخرين معانا ايه معانا حسين هو بس تتواتي شوية أوكي أستاذ حسين لا معلغة فندم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا فندم جاي أيها دكتوري زه حضرتك أهلا وسهلا يا حبيب تفضل تفضل انت معانا على الهوي يا فندم ربنا خليك يا فندم والله أنا أنا عندي ابني عمره عمره خمس سنين أوكي ماشي دايما بي دايما بتنرفز على نرفز على ودته وبيقول بيقول كلام يعني أكبر منه بكتير أوكي ماشي فأنا يعني أنا برضا عايز أعرف الحاجات ديت يعني أنا أنا انتحالات الدكتور أنا هتقول لي أكتر يعني هتبه فهم أكتر مني يعني شكراً الولد تبول حيتبول كلام يا فاندي أكبر من أكبر من عمره آآ آآ تمام هلولد عندك دي عنده خمس سنين بس يبول كلام يعني يبول كلام ناس عندها عشرين سنة وبدائما عصبي بتنرفز بيضرب والدته وبيبين حسأل حرك سؤال واحد يعني يا فندم؟ حسأل حرك سؤال واحد صدر يا فندم صدر الولد ده بيقعد على التليفون وعلى اللي هو عايز يا فندم يقعد مع التليفون 24 ساعة عايز التليفون يقعد في ديها 24 ساعة الألعاب والحاجات دي آآ أفلام الكرتون كتير؟ كتير جداً بقول لها حالات 24 ساعة الولد متشخص يا فندم خلاص هو التشخص واضح جداً انت حضرتك تعزله تعزله عن طبعاً حلقة الكرتون لسه جاية دي بقى هتبع حلقات كرتون ده حلقات لكن ابن حضرتك متشخص تعزله عن الكرتون وتعمله تعديل سلوك جلسات تعديل سلوك الموضوع سهل جداً بس لازم يبقى فيه كنترول ما هو عشان كده أنا ليه خصصت الحلقات دي بزداد للأطفال عشان خاطر الشكاوى كتير جداً اللي بتيجي من الأطفال المشكلة ما بتبقاش في الطفل يعني فيه مشاكل طبعاً بتبقى من الأطفال بس أنا أصدقل إن بيبقى فيه مشاكل كتيرة جداً من الأهل الأهل بيبقى ليهم دور كبير أوي عشان كده من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذا المنبر الإعلامي أنا بخصص مجموعة الحلقات دي للآباء والأمهات والقائمين على الرعاية للأطفال إن هم يسمعوا الحلقات دي كويس ويحفظوا المعلومات كويس جداً والاتصالات دي كلها إفادة للناس كلها لأن الأسئلة دي اللي بيسأل سؤال يمثل قطاع كبير من الناس يعني الناس تتابع عشان تقدر يعني نستفيد مع بعض بالإيه بالمعلومات دي دعنا تليفون أستاذة حرية أيها السلام عليكم عليكم السلامة رحمة الله بيك يا دكتور عاملي أهلاً وسهلاً يا فاند أنا لصحت يا دكتور أن ابني عنده سنة ونص دلوقتي وانا حامل يشو شهري بس ملاحظة من ساعة ما نحملته وعلى طول بيعيط وعيزني أنا طول شايلة وما بشكتش خواه ما بروحش لأي حد أوكي ومش عارفة عامل إيه بقى مش عارفة يعني هتعمل مع بقى على طول عيات وما بيعرفش عامل منه أي حاجة خالص وبقى عصر سنة ونص آه سنة ونص ده فاند ما عرفش أي حاجة خالص هو بيعيط لأنه عايزك بس طب مش هو كده يعني بيغير يدخلوا كده مش هو إيه بيغير يعني هما أعمل يعني بيقولوا أنه غيران يعني عشان أنا أحمل له كده بيغير عشان أنت حامل لا يا فاندم هو أصلا مش موجود في الدنيا عشان يفهم أصلا أن أنت حامل أساسا يعني سنة ونص ده لسه يا فاندم شكرا لاتصال حضرتك طبعا طبعا سنة ونص سنة ونص ده يعني ما عرفش عاجة خالص يعني هو يدوبك يعرف ماما بالشبه بعرفش أكتر من كده ففكرة أنه أنت حامل فهو عارف أنه أنت حامل لا لا دي قصة صعبة يعني المهم إذن لو جينا نعرف أهمية من ضمن الأهميات بتاعت المهارات التواصل طبعا احنا بنعلم الأطفال في جلسات التنمية المهارات وتعديل السلوك عندنا بنعلمه كيفية التواصل طبعا انا مش عارف فأشرح التكنيكس بتاعت التواصل مع الآخرين بيبقى زي على التلفزيون يعني هو لكن دي بتبقى سيشنز أو جلسات احنا بنعملها للأطفال بحيث أنه هو يبقى عنده القدر المعرفية أنه هو يقدر يتواصل مع الآخرين أستاذ عماد معنات تليفون تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أستاذ عماد السلام عليك يا دكتور والله احنا عندي ابني بصراحة مخلي ابنه عنده خمس سنين ونص في عملتها عصبية ديات وبعدين جيت برضو كفو مرة ضربته جيت وبيفتح الشباك وبيز احنا نتعمل نياتي اللي بموت نفس نياتي عشان انت ضربتين عايزي موت نفسه عشان انت ضربته اه اوكي ومش عارك بصراحة وغلوبت فيه ومسايسة وبردو كيف نغل اصراحة اوه اخد شوكولاتة راح تتخدها تفلوسة عمي تيجي تبقى حكس تبقى روح الحضانة يقول لك لا مش هراحة على الحضانة ايه اتعصب شوية برضو اتكلموا كلها هتبقى عصبية اوكي حضرتك فهمته اهمية الحضانة؟ اوكي اوكي لو حضرتك حاولت اتفاهمه هو مقدرش يستوعب لازم يخش المختص بقى عشان اساليب التوعية دي اصلي دي بتبقى محتاجة يعني حرفية ودراسة فممكن حراك اقرب مكان بيشتغل في حتة الجلسات النفسية دي هو عنده كم سنة؟ المشكلة انه ضغطت عليه اه يتعصب زيادة ويتصرف بعض الحرفات يعني من ضمن الحرفات انه انا لحم الشباك انا عم نفعلي فيه الكلام بقى اللي يخليك بقى ايه اه اه تشد عليه اوكي مع حضرتك انت بتقوم بالضر ده انك بتربيه بتعلمه و بتفهمه ولكن لو الولد ما بيستجبش او فيه مشكلة فيه فهمه في فهمه أو استعابه للكلام احنا بنخش بقى في الحتة دي عشان نبتدي نعدل احنا القصص دي واحيانا ناس كتير قوي بتبقى محتاجة شوية أدوية عشان برضو بيبقى القدرة المعرفية عنده مش حلوة فاحنا بننمي نشاط المخ ببعض الأدوية كده عشان تحسنه عشان يقدر يستوعب لان فيه ناس كتير قوي بتبقى مش فاهمة او مش قادرة تستوعب كويس فحضرتك عملت اللي عليك لازم يروح للمختص شكرا على اتصال حضرتك الحقيقة تعليم الطفل مهارات التواصل ده هيحميه هو وقصرته فيما بعد يعني لو تخيل ان ده بقى زوج وهو ما عندوش التواصل يعني فكرة التواصل او مهارات التواصل مع المحطين ده هيبقى مع زوجته عمل ازاي هل هيبقى فيه لغة حوار بينهم خالص هل هيبقى فيه فكر مشترك بينهم نهائي هل هيبقى فيه لغة حوار خالص اذا انت لو علمت طفلك ووعيته ووديته للمراكز اللي بتعلمه كيفية التواصل الاجتماعي ومهارات التواصل من هو صغير هيبقى زوج كويس بصحة نفسية سوية يقوم يعمل اسرة مصبوطة اذا الحاجات اللي الناس بتبص عليها وتقول ده يعني فيه ناس كتير قوي بتقعد تقولك يا عم ده بيكلموا كلام فاضي ده الناس دي بيتحكوا على الاطفال وبيتحكوا على الامهات لا يا فندم ده كلام غلط جدا وحضرتك لو فكرت بالطريقة دي هتدفع ثمن الكلام ده ناس كتير جدا معنا تليفون أستاذ سمر أستاذ سمر السلام عليكم أستاذ سمر تفضل يا فندم أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا دكتور أنا عندي ابني عنده أربع داخل في الأرحى سنين بس عينتي جدا يعني لما باجي مثلا اقول له ما تعملش الحاجة دي بيعمل العكس صمم اللي هو يعملها وانا كمان يعني امتبع له مع دكتور تخطب وعنده تأخذ في الكلام ام مثلا اللي عنده اللي هو ما بيسمعش الكلام اللي أنا مثلا بقول له أعمل كذا قدراته المعرفية قدراته المعرفية أخبار يعني بيفهم كل بيفهم كل حاجة متأكد أنه بيفهم كل حاجة أصلا هو لو بيفهم كل حاجة وبيعمل العكس ليه بهو يبهو ما بيفهمش كويس يا فندم لا بيفهم والله حريك بتقوله أنه متأخر كمان في الكلام يبقى أكيد القدرات المعرفية مش مكتملة نقوم نعمل ايه يا فندم نعمل أشياء على المخ يا فندم وتحليل صور الدم ونشوف ايوه بس يعني الأشياء دي لازم أعملها ولا أصبت الدم آه عشان أفهم بس هو عنده أنيميا ولا لأ أشوف في الكرات الدم شكلها إيه والمخ شكله إيه وبعدين نشوف آه شكرا لاتصال حضرتك يا فندم برضو من الحاجات اللي هي مهمة بتدعم فكرة أنك لازم تهتم بمهارات الطفل والتواصل الاجتماعي برضو أحد الحديث اللي أنا برضو استوقفتني الحقيقة حديث جميل جدا بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أطعموا الطعام وقفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام حقيقة الحديث ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لما دخل المدينة المنورة بعد الهجرة ودخل المدينة المنورة أول حاجة أو من الأوائل الحديث اللي قالها الحديث ده وده اللي كان سبب يعني في إسلام ناس كتير جدا في المدينة المنورة ما علينا مش موضوعنا لكن أصدأ أقول فكرة وصلوا الأرحام لو هي حاجة مش مهمة التواصل الاجتماعي ومهارات التواصل لو هي مش هتمتع الطفل بصحة نفسية وصغير ولما يكبر ما كانش ألها ولا ذكرها خالص معنا تليفون مادام رهامت فضاليا فن حضرت يا دكتور أنا زندتي عندها أربع سنين ونص ربنا يخلي يا فن ربنا يخلي يا دكتور هي تمام وكويسة وكل حاجة وبنت ذكية جدا جدا تمام بس يا دكتور بيحصل منها بعض حاجات كده بتطلع ممكن يا دكتور بتطلع الصوصح بالليل لوحدها واسعة اثنين بتطلع ايه؟ بتطلع ايه؟ لوحدها الساعة كنين بالليل عندها ساعدات على ساعدات تطلع في مكان اللي وحدها ضلما أوكي أوكي ممكن يكون إحنا نايمين وممكن أرائب يعني أرائب لها بعض الخطوات كده بتجي بالليل لوحدها ممكن تبقى صهرانة أنا إيه؟ واقفة السرقة ما بين الحمام والقوضة بتكلم نفسها أوكي يعني بتكلم نفسها لوه ممكن إيه؟ يا ماما أنت بتكلمي مين؟ تقولي بكلم بكلم صاحبتي صاحبتي صاحبتك خلاص يا فني خلاص 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 البنت دي هتعمليلي رسمه مخه وتجيبها لي لأن البنت دي عندها كهربة زيادة في المخ خلاص هي متشخصة بس الفكرة كلها إن الكلام دي يبقى بسرعة عشان الموضوع ما يزيتش خلي بالك مش لازم الكهربة تبقى تشنجات مش شرط ده ممكن تكون فيه abnormal behavior أو طريقة تعامل أو حاجات غريبة بتعمله وهي هتطلع كده فحريك بس عمليلي رسم مخه وتواصلي معي وأنا تحت أمرك شكراً لحضرتك كنا بنتكلم عن الحديث اللي كان بيقوله الرسول لما دخل المدينة المنورة الحقيقة دوت لو كان موضوع صلة الرحم أو التواصل أو مهارات التواصل لو ما كانتش حاجة مهمة ما كانتش ذكرها فعشان كده الصحة النفسية للأطفال تستوجب إن الطفل يتعلم التواصل فيه ناس كتير قوي أو أمهات كتير قوي بتقول للأولاد بلاش تعرف ابن عمك أصل هو مش حلو أصل هو بيعمل كذا فأنت آه أنت عايزة تحمي الطفل صح ولكن بتقوليله بطريقة تخليه يحط في دماغه إن أنا ممكن أبعد عن الآخرين أو ما بقاش عندي تواصل مع الآخرين أنا ممكن أبعده وأشغله بأي حاجة تانية أو بأي طريقة أخرى بغير إن أنا أصرح ما صرحش بالكلام ما تروحش عند ابن عمك ده أصله بيعمل كذا بابن خالك ده أصله كذا فلان ده أصله كذا أنا مليش دعوة بحد أنا ما بقولوش عيوبه لكن أقوله تعالى نروح النادي أصلي دلوقتي معادي النادي طب ما تيجي نروح عشان التمرين طب ما تيجي لأ طب خلي مشوار فلان دوت بعد كذا أو نخليه قبل كذا فأصدأ أقول إن مهارة تعليم الطفل التواصل الاجتماعي أو عدم التواصل الاجتماعي ده شيء مهم جدا ولكن مش بالتصريح عشان ما يبقاش عنده قناعات إن أنا ممكن أقطع علاقتي بحد أو إن أنا ما ودش حد ممكن يعمل كده أو يبقى فيه ود أو يقدر يعمل مهارات التواصل دي مع الآخرين ولكن بشكل قليل قوي مع الناس اللي حضرتك أو حضرتك شايفة إن هو عنده مشكلة الحقيقة مهارات التواصل لها أساليب كتير قوي إحنا بنستخدمها سواء في تنمية المهارات أو تعديل سلوك الأطفال بس قبل الكلام دوت فيه أطفال كتير جدا لازم تديهم الدواء الأول يحزن ما ياخد الدواء دي حتة بقى أنا عايز أقف عليها شوية أمهات كتير جدا تقول لك أنا مش هدي ابني دواء أوكي هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواء فأنت حضرتك لما تيجي تقولي لي أنا مش هدي ابني الدواء لأن أنا بسمع إن الأدوية النفسية دي بتعمل وتسوي وأدوية الأعصاب بتعمل وتسوي والواد هيتعود عليه والواد هيبوز الكيميا بتاعة المخ الدواء هيبوز كيميا المخ بتاعة الواد وحيبقى فيه مشاكل معرفش فين في الحركة واصلنا شفت فلان كان بياخد دواء وحصل له إيه أولا ربنا خلق المرض أو الداء وخلق ليه الدواء الدواء بتاعنا شقين شق دوائي دواء أنا باخده في صورة القراس أو شراب وشق تاني علاج سلوكي معرفي يعني جلسات أعود مع الطفل أحط له استراتيجي كده أو أحط له بروتوكول للجلسات النفسية أو التعديل السلوك أو تنمية المهارات أو التخاطب أو حسب يعني حالة إيه الولد وعلى فكرة عايز أقولكو حاجة مهمة قوي مش شرط يكون الجلسات للولد أو للبنت بس لا ده أحيانا وأحيانا كتيرة بيبقى للأب والأم كمان ليه لأن احنا فكرنا عن التربية أو اسلوب التربية بتاعنا ناس كتير قوي ما هماش تربوين وما يعرفوش قوي إزاي الاسلوب الصح في التربية فاحنا بنعلمهم إن الولد ده في مشكلة كذا فنتعامل معاها بالطريقة الفلانية البنت دي بتتصرف التصرف الفلاني لأن هي لازم يبقى عندها كذا أو تتعلم كذا أو تعمل كذا أقصد أقول لحضراتكم إن العلاج السلوك المعرفي أو الجلسات ده شق مهم جدا ولكن الدواء بيبقى في الأول في المرحلة الأولى يعني مثلا ناس كتير قوي تجيب للطفل ليقول لك الطفل مثلا ما بيفهمش كويس ما بيستوعبش كويس ده بيبقى محتاج منشطات منشطات للمخي يعني فلازم أديله دواء الأول لو أنا بدأت معاه الجلسات الأول أبقى أنا ما بفهمش حاجة ليه؟ لأنه هو عنده مشكلة في التواصل وعنده مشكلة في القدرات العقلية هو مش قادر يعني يستوعب كويس أو مش قادر يفهم كويس فأنا لازم أديله المنشط الأول وأقول له خد الدواء يقوم المخي يبتدي يشتغل كويس أو ما حط بعد كده الجلسات لكن الأم اللي تيجي تقولك أنا مش هدبني دواء ابدأ له الجلسات على طول بفهمها تقوم هي ما تفهمش خلاص أنا عملت العلاج فأنا من خلال هذا المنبر الإعلامي ومن خلال هذا البرنامج أنا بقولك يا جماعة أن العلاج والدواء مهم بنظبط الجرعة بحيث أنه ما يعملش أثار جانبية لما حب أوقف الدواء بسحبه عادي جدا ما فيش أي مشكلة خالص لا فيه تعود ولا فيه إدمان ولا فيه مش عارف إيه خزعبلات كده حاجات بس معها من الأهالي كتير قوي ملهاش أي أساس من الصحة ناخد الدواء الدواء ده شقة أساسي ورئيس في العلاج وبعد كده نعمل الجلسات فأتمنى أتمنى أن كل الناس اللي بيسمعونا النهاردة يفهموا القاعدة دي كويس تنمية مهارات التواصل عند الأطفال مهمة جدا تحافظ على صحته النفسية وهو صغير وهو شاب وهو زوج ولما يكبر تحميه من الإصابات النفسية اللي ممكن تحصله مهارات التواصل الاجتماعي وسيلة الرحم دي حاجة مهمة جدا يا جماعة واللي عنده مشكلة في أي حاجة تخصه المخ والأعصاب أو الطب النفسي أو الإدمان ومش قادر يوصل لنا عن طريق البرنامج يقدر يشرفني في صفحتي على الفيسبوك دكتور وليد أبو الفتوح استشاري المخ والأعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان ده عنوان الصفحة بتاعتنا وعليها أرقام التليفونات إن شاء الله اللي مقدرش يوصل لنا عن طريق البرنامج يقدر يتواصل معنا على الصفحة وإحنا إن شاء الله نحاول إن شاء الله نرد على كل الاستفسارات بتاعت حضراتكم أتوقع أن الوقت البرنامج كده خلص صح ولا إيه؟ طيب هم آه بيقولولي إن الوقت البرنامج خلاص يعني انتهى فأنا يعني أخيرا أحب أحب أقول لكل مشاهدنا إن الهدف من سلسلة برنامج نحو الهدف هو الوصول لصحة نفسية وأعصاب سليمة وصحة جسدية يعني سليمة لكل الناس سواء أطفال أو ميدل إيج أو يعني اللي هما الشباب أو الأدلت اللي هما البالغين أو الأولد إيج أو اللي هما الناس كبارستين هنا في البرنامج إحنا بنحاول إن احنا نحط إيدينا على كل المشاكل اللي بتخص الأسرة المصرية والأسرة العربية والمتحدثين باللغة العربية في كل حتة بنحاول نحط إيدينا على المشاكل الاجتماعية المشاكل النفسية المشاكل الصحية الجسدية الناس اللي بتشرب مخدرات بنحاول برضو إن احنا نتواصل معاهم وبيقولنا العيادة كتير جدا وبنحطولهم بروتوكول العلاج فيعني احنا بنحاول في برنامج نحو الهدف ان احنا نحط نظام صحي وبنناقش كل المشاكل اللي تهم كل الناس في كل بيت بحيث ان فيه ناس كتير قوي بتبقى نفسها تعرف معلومة او توصل لطبيب متخصص في الحاجة او المشكلة اللي هي عايزة تسعى لها وما بتعرفش فاحنا بنحاول من خلال هذا المنبر الاعلامي ومن خلال برنامج نحو الهدف ومن خلال قناة الصحة والجمال ان احنا نحط الاسس السليمة للصحة النفسية والصحة الجسدية لكل الاطفال والكبار للأب وللأم للطفل للشاب للشابة لكل الناس بحيث ان هم يقدروا يتمتعوا بصحة جسدية وصحة نفسية سليمة السلسلة دي في الفترة دي تخص الاطفال لكن بعد شوية انا هعمل لكم ان شاء الله سلسلة تخص المخ والاعصاب وجميع امراض المخ والاعصاب اللي عنده استفسار عن اي حاجة تخص المخ والاعصاب ان شاء الله هنعمل حلقات بعد ما نخلص سلسلة الاطفال هنعمل حلقات عن الامراض النفسية مش للاطفال بقى لا للكبار والمشاكل الاسرية والحياة الزوجية وحاجات كتير قوي ان شاء الله هنحاول ان احنا نعملها في الفترة اللي جاية لكن في الفترة الحالية دي احنا بنعمل سلسلة الاطفال عشان نقدر نفيد اكبر قطاع من الناس الحقيقة انا كنفسي يعني الوقتي بعمعانة اكتر من كده لكن للأسف الوقت بتاعنا انتهى ان شاء الله استنوني في الحلقة اللي جاية الاسبوع اللي جاية ان شاء الله وهنتكلم عن مهارة جديدة هنعلمها الاطفالنا عشان ينتبتعوا بصحة نفسية سوية في برنامج نحو الهدف بعنوان سلسلة طفلك بصحة نفسية سوية تحياتي الدكتور وليدة بالفتوح استشاري المخ والاعصاب والطب النفسي وعلاج الادمان اشوفكم الاسبوع الجاي على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته